لم تستطع قذائف وصواريخ الميليشية أن تمنع عشرات الآلاف من الطلاب من خوض امتحانات الثانوية العامة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والقسوة العزة اليوم هي تعيش مناخا مضطربا لحرب فرضت عليها هي اليوم تفرض التعليم استحقاق انتقال لمستقبل نحن كانوا قد حددوه أبائنا انتقالا آمن لمستقبل ننشده وسنظر ننشده لمشروعا كبير يضم اليمن كله اليوم من خلال تتشين تقدم الامتحان طلاب الصف الثالث ثانوي طلاب طالبات 2227 طالب وطالبة 1216 طالب و1061 طالبة أيضا يضمهم عدد 19 مركز امتحاني موزعين على 7 عزل بمديرية المواصل عام دراسي استثنائي يفتقر لأدنى متطلبات وشروط التعليم ومع ذلك جاءت الاختبارات شاملة لكل المقررات الدراسية ما جعل الطلاب يتفاجأون من ورود أسئلة لم يتلقوا دروسها رغم ظروف الحرب والمواقف الصعبة التي مرت بالطلاب رغم أنهم واصلوا التعليم ورغم من المعلمين والمعلمات الذين ساهموا في تطوير التعليم وتواصله كل هذه الصعوبات والمعوقات لم تقف عائقا أمام عزيمة هؤلاء الطلاب والمدرسين الذين انتصروا على كل عوامل الإحباط التي تسببت بها حرب الميليشيات الانقلابية إصرار على إنجاز عام دراسيا في ظل الحرب هو مؤشر على استمرار الحياة وبين هذا وذاك ينتصر الطموح في مواصلة مشوار أبناء محافظة تعز حيث يدفعهم صوب المستقبل الذي ينشدونه دون أن يسمحوا للحرب وتداعياتها أن تحول بينهم وبين المستقبل فوز الحمادي قناة بلقيس تعز